اشتركوا في القناة الموضوع الأول قوانين الغازات الموضوع الثاني قانون الغاز المثالي والموضوع الثالث الحسابات المتعلقة بالغازات ومعكم أخوكم سعد بن محمد المعيلي درسنا في هذا اليوم سنتعلم فيه ما يلي هناك مجموعة من الهداف لا بد أن نحققها بإذن الله في نهاية درسنا لهذا اليوم الهدف الأول أن تكتب العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة والحجم لمقدار ثابت من غاز لا يكفي أن تكتب العلاقة فقط لا بد أن تطبق العلاقة والتطبيق مهم جدا في قوانين الغازات أما كتابة العلاقة فقط لا يكفي أيضا أن تغبط بين كمية الغاز بضغطه ودرجة حرارة وحجم مستخدما قانون الغاز المثالي وهذا هو في درسنا سيكون الثاني ثم سنذكر نص قانون الغاز المثالي ثم سنغبط عدد الجسيمات عدد الجسيمات بالحجم وذلك مستخدمين مبدأ أفجاته فهذه هي إن شاء الله الأهداف التي ستتحقق في درسنا لهذا التمهيد أنا في نقطة مهمة جدا في التمهيد ما نذكره في التمهيد سيكون هو عبارة عن تاهية أهلك أيها الطالب لما هو موجود بحيث أنك لما تأتي ترى الصورة مثلا التي أمامنا مثلا بحيث أنك تتذكر أي القوانين نحن نعرف في قوانين الغازات عندنا ثلاث مجاهين لدينا الضغط لدينا درجة الحرارة لدينا الحجم وكثير من الطلاب دائما يشكل عليهم قانون بويل في كل قانون يثبت نحن في ثلاث قوانين بويل وشاغل وجيلوساك نثبت واحد من المجاهين طيب في قانون بويل نثبت ماذا هنا من خلال الصورة الآن اللي أمامنا الآن من خلال الصورة اللي أمامنا لو لاحظنا هذا الآن البالون ضغطنا عليه هنا في هذا المكان كان فيه هوا الآن ضغطنا عليه ماذا حدث لهذا البالون آه ممتاز جدا نقص حجمه نقص الحجم الآن لما نقص الحجم إذن عندنا في اليد ضغط وحجم إذن يسهل آه ممتاز إذن ثبتنا في هذه الحالة حالة درجة الحرارة هنا يكون عندنا الضغط وهنا ضغط في هنا وهنا ضغط فبالتالي يكون عندنا ثلاث اللي هو أو فيه الضغط واللي هو عندنا الحجم إذن ثبت درجة حافظ قانون بوي نجي الآن قانون لبعده ونرى نتذكر من خلال هذا الآن ماء ساخن ماء ساخن وماء بارد لاحظوا البالون في الماء الساخن ماذا حدث للبالون في هذه الحالة ممتاز جدا انتفخ البالون هنا البالون على ما هو عليه فإذن في الماء البارد إذن علاقة بماذا ممتاز ماء ساخن يعني حرارة مع الحجم إذن في حال الحالة ذبتنا ماذا ممتاز نثبت الضغط إذن في قانون بوي دائما تذكر البالون اللي هو شكل البالون لما نضغط عليه في قانون شاهد ذكر الماء الساخن مع البالون نأتي لقدر الضغط هذا قدر الضغط يذكرك بماء ممتاز بقانون جيل وساك لأن في الضغط إذن هذا واحد لازم قدر الضغط إذن فيه ضغط وفي هذا القدر هذا اللي هو قدر الضغط الآن اللي أمامنا هذا ممتاز نضعه على وينضعه على الفرن إذن حرارة إذن علاقة بين الحرارة ماذا والضغط جميل جدا إذن في هذه الحالة نتذكر اللي هو قوانين اللي هو الغازات طبعا عندنا القانون أيضا قانون غاز المثال طبعا قانون العام للغازات ستعرفون أن جميع المجاهيل موجودة في قانون وهذا رح نرى إن شاء الله في الشريحة التي إن شاء الله تأتي هنا في قوانين الغازات هو اللي نبدأ فيه قانون عام للغازات قانون الغاز المثالي لاحظوا معي عندنا هنا قانون الغاز المثالي في قانون الغاز المثالي عندنا هنا الضغط كويس وعندنا هنا الحجم وهنا اللي هو درجة الحرارة هذه المجاهيل اللي هو الثلاثة معنا لكن في قانون الغاز المثالي فيه عندنا ثابت المهم عندنا اللي هو أيضا ممتاز بنحسب عدد المؤلاء وفيه عندنا الثابت قانون اللي هو ثابت الغاز المثال ويعطى لك قانون ثابت الغاز المثال وسنرى ذلك في ماذا في المسائل اللي ستأتينا بإذن الله ثم الآن مبدأ فجاد وشوف الآن لاحظ ما معي ابناء الطلاب الآن عندنا هنا لما نجي نشوف الآن هذا اللي هو غاز الميثان هذا غاز الميثان وهنا غاز عندنا الزينون ممتاز وهنا الهيليوم ثلاث غازات مختلفة لكن طالبوا معي هنا الآن لاحظوا الآن عندنا هنا ممتاز جدا عندنا اللي هو الحجم وهنا الحجم شوي لاحظوا معي الآن الحجم ماذا هنا يا سلام الحجم هنا ممتاز ثابت فثابت الآن الحجم إذن بتغيي مهما تغير الغاز النوع الغاز إذن الحجم ثابت إذن هنا راح نستنتج قانون بوي إن الحجوم المتساوية شو معنى متساوية؟ شوف واحد 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 مون هذي حجوم متساوية من الغازات المختلفة هذي غاز مختلف واحد هيليوم زينون وميثان تحتوي عنده نفس الظروف من الضغط فتحت نفس الظروف اللي هو من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على نفس العدد من ايش ممتاز من الم ايش من الجزائر فبالتالي ان الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة هذي الحجوم متساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من ايش من اللي هو الجسيمة فبالتالي راح يكون عندنا هينالان ليش 22 فاصاربا راح نشوف ان شاء الله في اللي هو عندنا في المسألة اللي راح تأتينا بإذن الله نبدأ باول قانون لماذا اللي هو قانون اللي راح نبدأ فيه هو قانون الغاز القانون العام للغازات ولاحظوا في قانون العام للغازات طيب ليش انت بدأت في القانون العام للغازات وانت من شوي تقول ان قانون بويل لان هنا راح يسهل عليك يعني شي مهم جدا شوف الله يحفظك الآن لو الآن أنت في كل في كل قانون راح نثبت واحد من اللي هو العوامل الموجودة أمامنا فهنا الآن قلنا بوي قبل شوش نثبت راح نثبت إذن ممتاز راح نثبت إذن خلاص نثبت راح يكون عندنا إذن قانون بوي بي في بي بي وان يعطينا بي تو في في تو ممتاز هذا بالنسبة لما نيجي مثلا في قانون شارل مثلا في قانون شارل اللي هو عندنا لقلنا الحرارة ممتاز والحجم إذن راح نثبت ونضع ألب اللون هذا الآن اللون الأزرق راح نثبت هذا اللي هو البي وغاح يكون عندنا اللي هو بين بي واتي وهكذا في كل مقر راح نثبت واحد من المجاهي كيف نعرف وش نثبت اللي قلنا قبل شوي إحنا في قانون بوي نثبت درجة الحرارة في قانون شارل نثبت اللي هو الضار في قانون شاي لوساك كلما زادت درجة الحرارة فالضغط في حالة هذه الحجم راح يكون ايش ثابت فرح يكون العلاقة بين بي ون وتي ون في جاي في جاي لوساك وهكذا اه نبدأ في اول مثال عندنا من الامثلة اول مثال من الامثلة التي لدينا هذا الان اذا كان كمية من غاز ما تحت الضغط عندنا الضغط ودرجة الحرارة والحرارة طبعا هنا بثلاثين اللي هو درجة مياوية يساوي اثنين لتر واقتفعت درجة الحرارة وزاد الضغط فما مقدار الحجم الجديد طبعا هنا نحاول في كل مرة نكتب المعطيات لان المعطيات تسهل لك وش الشي المجهول وبعض الطلاب هنا بعض الطلاب يعمل انه يجي على نفس المسألة ويضع دائرة مثلا هنا يقول لك والله انا بسوي كذا او مربع وبكتب عليه هذا والله اذا هذا بي مثلا بي ون وهكذا يكتب بي ون مثلا هنا الهو مية وعشر وهكذا يمشي على الثاني تي ون ممتاز جدا انت احنا نتعامل مع جميع الطلاف احنا راح نهيئ لك احنا نقول والله اول شي بي ون هو المعطى الاول الثاني اللي هو تي ون ثم الثالث اللي هو في ون ثم تي تو ثم اللي هو بي تو اذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة اذا بقي عندنا واحد مجهول اللي هو في تو هذا قد طبق عندنا اي قانون ممتاز قانون اللي هو القانون العام للغازات القانون العام غازات في ست مجاهيل في ست مجاهيل لازم يكون أعطيك خمسة ويطلب منك واحد لكن دائما انتبه ابناء الطلاب درجة الحرارة هنا اللي هو لاحظه درجة الحرارة هنا عندنا بماذا ممتاز بالدرجة ميوية لازم نحولها إلى ماذا إلى الكلفن درجة ايش المطلقة فبالتالي يكون عندنا اللي هو نزودها على ماذا ممتاز زودناها على 273 فصار الناتج عندنا 303 درجة كلفن طيب هذا بالنسبة لدرجة الحرارة نفس الشيء في الثمانين نزودها 200 وثلاثة عبير لابدت تكون درجة الحرارة دائما بالكلفن إذن عندنا لاحظوا عندنا هنا بي ون هنا بي ون موجودة وفي ون موجودة وتي ون موجودة وبي تو موجودة وتي تو موجودة يبقى عندنا اللي هو المجهول هذا اللي باللون الأحمر اللي وضعنا عليه الدارة هذا هو الآن مجرد أن نعوض تعويض مباشر عن كل اللي هو مجهول من المجاهين وبالتالي نحسب بحيث أن يطلع عندنا في تو هو الآن اللي هو المطلوب هذا في تو هو المطلوب عندنا ويكون عندنا نعوض الآن تعويض مباشر نشوف مع بعض التعويض كيف راح يكون يكون عندنا هذا اللي هو ثنين اللي هو في ون شوفه الآن وين في ون هذا في ون عندنا ثنين لتر ممتاز هنا ثنين لتر هذا الآن هذا اللي هو في ون نأخذها من المعطيات ونعوض تعويض مباشر أو نشوف مثل ما قلنا هذا هذا الآن اللي هو هذا اللي هو قلنا في في ون طيب عندنا هنا في ون إذن نعوض تعويض مباشر عن كل مجهول في المعادلة بحيث أنه يكون عندنا في النهاية نستطيع أن نحسب هنا تحسبها بالآلة الحاسبة بإذن الله ما راح يكون صاف وبيكون عندنا الناتج بإذن الله اللي هو ثمانية وخمسين من مية لتر بالنسبة للي هو المسألة الأولى طبعا ننبه نقطة مهمة أنا هنا نحسبها لك مباشرة أنت الله لهينك كن معاك الآلة الحاسبة تستطيع أن تحسب أنت بنفسك أي مجهول من المجاهيل بس أهم شيء تطبيق القناة نجي الآن التدريب الثاني تدريب الثاني عندنا على قانون قانون ماذا الآن نجي مثل ما قلت لك إحنا في كل مرة يا إما إنك هنا مثل ما قلت لك الآن على نفسها هنا اللي هو هذا بيكون عندنا ينفغ غواص وهو على عمق على عمق عشرة متر تحت الماء فقاع حجمها حجمها إذن هذا الحجم بي ون زين وعندما اكتبع الفقاع لسا تغير ضغطها الضغط عندنا اللي هو بي ون ممتاز تغير ضغطها إلى من بي ون إلى هنا بي تو ممتاز إذن عندنا الآن هنا في قانون بويل دائما إحنا ثلاث أربع مجاهيل فعندنا واحد اثنين ثلاث موجودة إذن باقي طيب واحد يقول لش علاقة العمق هنا هنا ما راح يكون بالنسبة لنا لكن ما راح نستخدمه في في القانون فيكون عند ما راح نستخدمه فقط اللي هو لإكمال المسألة طيب عندنا الآن إذن هذا في ون وهذا عندنا بي ون وهذا بي تو إذن مجهول عندنا في تو نعمل تعويض مباشر على اللي هو القانون هذا ممتاز هذا قانون بويل وفي تو فاللي موجود هذا الآن عندنا في تو الآن في تو نرضى عليه دائرة اللي معه بي تو إذن يكون بي تو في المقام بالشكل التالي إذن يكون عندنا بي تو تكون في المقام يكون ما وضحت هنا هنا اللي هو عندنا هنا بي ون هذه بي ون و بي ون في بي ون هنا يكون عندنا اللي هو بي تو بيكون عندنا بي توا, ممتاز。 هنا عندنا بي ون هنا وعندنا هنا بي بي توا. طيب هل كانت تعويضة مباشرة اللي الي هو في القانون بي توا هذا اللي هو خمسة وسبعين هذا اللي هو هذا خمسة وسبعين من هنا. هذا هو الآن. وهذا اللي هو اللي هو اللي هو فيه ون. آآ الآن اللي موجود عندنا اللي هو فيه إذا بي ون. هذا بي ون. اثنين فاصلة خمسة وعشرين. هذا الآن. هذا واللي عندنا هنا بي آآ تو. آآ واحد فاصلة ثلاثة من مية. وهذا بي تو من المعطيات. او من مثل ما قلنا من المسألة اللي مباشرة بدل ما تكتب إذا. بعض الطلاب يكتب المعطيات بعضهم لا يكتب المعطيات. المهم ان تكون انت تعرف كيف هي عمليات اللي هو تعويض. طيب. نجي للقانون الثالث او المسألة او تدريب الثالث وهو على قانون شعر. نحن راح ناخذ مثال واحد اي الطلاب على كل قانون من القوانين حتى وانت يعني يكون المسألة بالنسبة لك سهلة انت لتعويض لحل مجموعة من المسائل لديك في الكتاب وتكون شعر المسألة بالنسبة لك آآ سهلة. نجي الآن اذا كان حجم بالون هيليوم. اذا هذا نضع عليه. هذا حجم. هذا حجم. لو نغيق اللون للون الاحمق. آآ هذا. وعندنا هنا درجة الحرارة. اذا هنا. عندنا. هذا في ون. ممتاز. وهذا راح يكون تي ون. وعندنا في يوم حق واكتفعت درجة حرارة. هذا الشي بيكون ممتاز. هذا تي. تي تو. يا سلام. يا سلام. اذا عندنا الان. في ون. تي ون. تي تو. وش اللي باقي عندنا ممتاز. اللي هو ايش. في تو. هذا اللي هو يربط بين قانون شارل. اللي هو يربط بين الحجم ودرجة. ودرجة الحرارة. وهذه المعطيات كتبناها. امامكم. ورح نعمل تعويض مباشر. على اللي هو دا. فمن التعويض المباشر هذا. حيث ان نكتبه شي القانون. طبعا هنا. لا ننسى. لا ننسى. لا ننسى. تنبيه. ان يكون تي تو. تي. دائما درجة حاب الكلفن. فنضيفه على ميتين وثلاثة. وسبعين. ميتين وثلاثة وسبعين. ميتين وثلاثة وسبعين. أربعين. هذه الأربعين. اللي هو الأولى. اللي هو. تي ون. هذه الأربعين. التي ون. فنضيفه على ميتين وثلاثة وسبعين. ويطلع عندنا ثلاثمية وثلاثةاش بالنسبة لتي ون. التي تو ماذا كم؟ خمسة وكم؟ خمسة وسبعين. ممتاز. هذه خمسة وسبعين. نضيفها على ميتين وثلاثة وسبعين. ويطلع عندنا ثلاثمية وثمانية واربعين. طبعا عندنا هنا القانون. هذا القانون كتبناه. المجهول عندنا ماذا؟ المجهول اللي هو في المثال عندنا المجهول. عندنا المجهول هذا اللي هو. فنضرب طرفين طرفين في وسطين بالشكل هذا وبالتالي نستطيع اللي راح نضرب مع الفيتو هو اللي يكون وين ممتاز اللي فيتو يكون وين بيكون في المقام اللي مع الآن اللي ضربناه في الفيتو هو صار وين صار في المقام هنا هذا هو في المقام راح يكون عندنا هنا في المقام طيب هذا هو الآن عندنا في المقام اللي هو T1 طبعا عندنا راح نعود التعويض مباشر 2 هذه الآن 2 2.32 هذا V1 و 380 قبائل اللي هي T2 هذا T2 وهذه تي 2 وهذه اللي هو عندنا عندنا T1 اللي هو هنا T1 اللي هو موجودة عندنا بتعويض مباشر وينتج عندنا الناتج من اللي هو اللي أمامنا طيب ممتاز جدا التدريب الثالث لدينا الآن هو على قانون جايلوساك جايلوساك عندنا في قانون جايلوساك رح نعرف الآن يربط بين ماذا وماذا يربط بين عندنا بين اللي هو أولا عندنا إذا كان ضغط غاز أكسجين هذا قانون جايلوساك نذكر دائما بماذا ممتاز بقدر الضغط فإذا عندنا هنا بي ون بي ون هذي إذن لازم عندنا بي وهنا عندنا ممتاز هذا تي ون إذن يربط بين الحرارة وماذا يربط بين اللي هو الحرارة ويربط بين اللي هو وبين الضغط فالمعطيات عندنا اللي هو بي ون هذا بي ون وعندنا بي هذا بي ون عندنا وتي ون وعندنا تي تو والمطلوب عندنا اللي هو بي تو دائما نتذكر أن عندنا درجة الحرارة لابد أن تكون بماذا ممتاز جدا ممتاز جدا أن تكون بالكلفة نضيفة على 273 25 نضيفة 273 فيكون عندنا 298 والتيتو نضيفها ناقص عشقة على 273 نصر عندنا 263 تعويض مباشر بالتالي هذا قانون الآن نضرب طرفين مثل ما قلنا طرفين في وسطين بشكل هذا واللي مع له المجهول اللي عندنا الآن عندنا بيتو هو المجهول المضروب في ماذا هو في تي تو راح تكون في المقام فتعويض مباشر نجد أن بيتو الآن هذا اللي هو عندنا تي المضروب في بيتو ما هي تي وان تي وان كم قيمتها هذا قيمتها هنا 298 إذن صارت هي اللي في المقام تعويض مباشر وبالتالي نستطيع أن نخرج قيمة البيتو بواحد فاصلة ستة وستين أتموس فيه ممتاز طيب ننتقل إلى اللي هو قانون الغاز المثالي الآن تهينا من قوانين الثلاثة بويل والشارجي والوساكبي امتدتها بالقانون العام للغازات الآن راح نكون معنا أخو ابناء الطلاب قانون الغاز المثالي قانون الغاز المثالي ونناخذ التأرية أنه يصف السلوك الطبيعي للغاز المثالي اعتمادا على ضغط الغاز وحجمه ودرجة حرارته على المولات هذا هو القانون المستخدم عندنا اللي هو بي اللي هو الضغط وعندنا البي اللي هو الحجم وعندنا الان هو عدد المولات وعندنا الاغ هي ثابت الغاز المثالي وعندنا درجة الحرارة اللي هي ونذكرناها بالكلم هذا القانون الغاز المثالي مباشرة هذا القانون هذا القانون راح نستخدمه متى نستخدم هذا القانون طيب واحد يقول متى نستخدم هذا القانون متى نستخدم قانون السابع فحسب المسألة اللي عندنا لو أخذنا نشوف للتدريب هذا أقرب لاحظ هنا في المسألة عندنا قال احسب ماذا؟ احسب عدد المولات قال لنا احسب عدد المولات فلما نقول عدد المولات جميع القوانين اللي خذناها في الغازات اللي هو قوانين جايلوساك وهي فقط ثلاث مجاهيل اللي هو الضغط ودرجة الحرارة والحجم لكن هنا في قانون الغاز المثال لا بد من عدد المولات طيب عدد المولات هنا إذن عندنا الحجم موجود ممتاز هنا حجم وإذا احسب عدد المولات غاز الأموني الموجود فيه حجمه عند هذي اللي هو درجة والضغط فبالتالي راح نشوف المعطيات مع بعض اللي هو كل مجهول موجود ال V ثلاثمائة وعندنا T درجة الحرارة وعندنا هنا هنا الآن ال V إذن هذه ال V وهذه T وهذه اللي هو ال V من الموجود موجود كلها هنا في المسألة شوفوا ال V وال V والآل دائما يعطي لك ثابت الغازات 82 من ألف فما عليك إلا تحسب الله يحفظك اللي هو عدد المولات نعوذ تعويض مباشر فيكون عندنا اللي هو المجهول هنا اللي هو ال N هذا ال N اللي مضروف فيها ال R وال T بتكون هي اللي وين هي اللي في المقام فهذه اللي هو ال R ال R هذه قيمتها وهذه قيمة T الله يحفظكم فبالتالي مباشرة وال B عندنا اللي هو واحد ونص واحد ونص وعندنا اللي هو ثلاثة من عشرة آسف ثلاثة اللي هو الحجم فنضربهم في بعض وينتج لدينا اللي هو عدد المولات ضرب مباشر نضرب البست ثم نقسم والمقام نقسمهم على بعض وينتج لدينا اللي هو عدد المولات طيب عندنا مبدأ فجاد وهذا من الأشياء اللي راح نرجعها وياكم استذكرها وياكم واتذكرها دائما بالثلاث اللي وضعناها في أول شيء في التحميد استوانات أنها إن الحجوم المتساوية خذنا هيليوم خذنا اللي وزينون وهذه الغازات إن الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة عند نفس الضغط عند نفس الضغط ودرجة حرارة نجد أنها تحتوي على نفس العدد من الجزئيات وهذي لذلك هنا نجد أن مبدأ أفجاد ويحدد العلاقة بين ماذا وماذا يحدد العلاقة بين عدد الجسيمات والحجم عند ثبوت الضغط ودرجتها يعني الضغط ثابت ودرجة الحرارة تكون ثابت الضغط اللي هو المعيارية طيب نجي نشوف مع بعض أن مول الواحد يساوي كم؟ طبعاً إحنا عندنا هذا عدد من؟ ما أحد ينسى هذا العدد أبداً هذا العدد من أشهر العداد عندنا في الكيميا وهو عدد ماذا؟ هذا ممتاز ذكرون هذا عدد من هذا؟ هذا أشهر عدد عنده آسلام هذا عدد أفجاده 6.2 من 100 في عشرة أس ثلاثة وعشرين طبعاً ما هو الحجم المولاري للغاز؟ هذا الحجم المولاري للغاز الذي يشغله عنده واحد مول محسوب عنده الظروف المعيارية يعني يما يكون اللي هو الظروف المعيارية فيه حجم ثابت ودرجة الحرارة اللي هو الصفر فمن الحجم الذي يشغله واحد مول لو عوضنا في القانون اللي هو في القانون نجد أن الحجم عنده الظروف المعيارية نجد أن هذه الظروف المعيارية طبعاً standard temperature لهذه الظروف المعيارية واحد أتموسفير ودرجة الحرارة اللي هو صفر درجة مئوية كم الحجم المولاري عنده هذا الأذى؟ الحجم المولاري نجد أنه يساوي 22 فاصلة 22 فاصلة اللي هو 4 طيب الآن عندنا راح ناخذ هذا المثال ونطبق عليه لنشوف اللي هو الحجم المولاري إذن عندنا الآن المعطيات إن عدد المولاري هذا موجود عدد المولاري ما هو حجم شوف ما هو حجم اللي لازم نحتوى اللي هو 459 من 10 ألاف من غاز النيتوجين في الظروف المعيارية في الظروف المعيارية اللي هو ليش قلنا الظروف المعيارية اللي هي إيش؟ آآ خلاص الظروف المعيارية ما يحتاج حيانا أردتك إياها إنك تعرف إنها صفر درجة مئوية واللي هو أتموس فيه فالحجم في الحالة هذه كم راح يساوي عندنا؟ راح نشوف مع بعض واحد مول آآ ممتاز شوفتوا الآن هذا الحجم هذا الآن واحد مول دائما حجمه إيش؟ هذا ما ننسى هذا الرقم ما ننسى هذا الرقم يا شباب هذا 22.4 لحجم الواحد مول عند الظروف المعيارية طبعا عند طيب لما يكون عدد المولات في هذه الحالة اللي هو 450 من 10 ألا كم يساوي الحجم في هذا؟ طبعا هذا ثابت لا أحد ينسى هذا هذا اللي الآن إرح أضع عليه هذا هذا الآن هذا ثابت هذا ثابت لابد إنه ما ننسى هذا هذا ما ننسى هذا ما ننسى نهائيا ما ننسى هذا نهائيا لحظة شوي بس عشان ما أحد ينسى هذا ألا لو نضع عليه بالهاي لا يتر هذا ممتاز هذا هذا الآن هذا اللي واحد مول كم يساوي عندنا 22.4 هذا ما أحد ينسى طبعا نحنا نبغى اللي هو هذا اللي هو النبغى اللي هو 59 من فهذا رح يكون عندنا مجهول فنضرب طرفين وين؟ طرفين في وسطين ممتاز بسيطة العملية جدا طرفين في وسطين لعظة الآن طرفين في وسطين مباشرة رح يكون عندنا عدد المولات كم يساوي كم يساوي رح يساوي واحد فاصلة اللي هو ذا لكن يهمنا هذا هذا اللي هو اللي وضعت عليها أنا بالأحمر الهاي لايت هذا اللي هو الحجم ثابت عنده واحد مول وما ننساه الله يحب طيب الآن عندنا بعد ما أخذنا اللي هو قانون الغاز المثالي قوانين الغازات الثلاثة قانون الغاز العام معها وقوانين الغازات راح نعمل الآن فقط خلاصة لهذا الدرس حتى ما تنسى يعني ما تنسون أيها الطلاب قوانين الغازات ولا تنسون قانون الغاز المثالي ولا تنسون اللي هو حسابات متعلقة بالقانون بويل هذا قانون بويل أمامنا اللي هو بي وان بي في وان ليش لنا تي وان لأن قلنا هنا تذكرناها بالبالون إنه نضغط البالون يقل حجمه إذن هذا قانون بويل درجة هنا بين الحجم ودرجة الحرارة وتذكرنا اللي هو لما قلنا البالون في الحجم في الماء الساخن وشي يصير لأيه ممتاز جدا أيضا هنا بأقول لكم قانون شارل أعطيكم مثال أيضا في أيام الصيف الساخن تجد أنه دائما ما يقول لك لا تضع اللي هو في السيارات اللي هو تضع اللي هو علب مثلا اللي هو المشروبات الغازية أو اللي هو أو ما تضع مثلا العطورات في السيارة أو شي فيه غاز أو طوانة غاز أو صغيرة هذي اللي يستخدمها بعض الشباب اللي يخرجون إلى البر هذي ما تضعها في الصيف في السيارة لأن ليش هتذكروا معي لأن عندنا حرارة زادة الحرارة الغاز وشي يصير له في الحالة هذي يتمدد ممكن تنفجر نفس اللي هو لاستوانة الغاز الصغيرة هذي فهنا العلاقة في قانون شارل هذا تطبيق مهم جدا 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 قانون جايل وساكر عندنا بينه يربط بين ماذا بقدر الضغط قدر الضغط بي ون مع تي ون ودرجة الحرارة تزداد والضغط اللي هو في قدر الضغط إذن حجم الأكل ما يتغير لكنه ينضج بسرعة فهذا القانون العام للغازات وهو من القوانين المهمة جدا اللي هو بين جميع المجاهيل تجد أنها موجودة في قانون العام الغازات ثم أخذنا قانون الغاز المثالي والذي يصف اللي هو السلوك الطبيعي للغاز معتمادا على الضغط الغاز وحجمه ودرجة حرارته وهذا عندنا اللي هو قانون الغاز المثالي أمامكم أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق وأن يكون هذا الدكس واضح لكم بإذن الله ونرغبكم إن شاء الله ألتقي بكم بإذن الله بإذن الله في درس قادم إن شاء الله نستفيد من جميعا يستفيد من جميع ابناء الطلاب صلى الله لكم التوفيق وصلى الله على نبينا محمد